حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم مقنون واختلاف الليل والنهير وما أنزل الله من السماء من رزقه فأحيا به الأرض بعد موتها وتشريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أفين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزئا أولئك لهم عذاب مهين بورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربيهم لهم عذاب من رجز عليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم لما كانوا يكسمون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم إن ربك يقض بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي والمتقين هذا بصائر للناس وفدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسد الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وآمنوا الصالحات سواء محياهم ووماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض من الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من معن الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يهيتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئي يخسر المبطلون وتري كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها وتري كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز الممين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تطلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنى وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين